تعد المشاركة في الانتخابات الرئاسية واحدة من أعظم الحقوق الدستورية ليس في مصر فحسب ولكن في جميع دول العالم أيضا لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد تحت قيادة قوية وحكيمة تقود البلاد إلى التقدم والرخى وتكمن أهمية المشاركة المشاركة الناخب في شعوره بمدى قيمتي وتأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية وسط جو عامنا الديمقراطية والحرص على نجاح العملية الديمقراطية واحترام حق الأفراد في اختيار من يماثلهم تمارس الانتخابات في مصر منذ عهد بعيد ويعتبر الاستفتاء الرئاسي في عام 1965 والذي فاز فيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو أول انتخابات رئاسية في مصر تعد انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2005 هي أول انتخابات رئاسية تعددية وذلك مباشرة بعد ثورة الثالث والعشرين من يوليو في عام 1952 وكانت تمثل تجربة جديدة على الساحة السياسية في ذلك الوقت وبعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير في عام 2011 أجريت انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2012 وهي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وأول انتخابات رئاسية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2014 هذه الانتخابات تعد ثالث انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وأول انتخابات بعد ثورة الثلاثين من يونيو من عام 2013 والتي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2018 هذه الانتخابات التي تعد رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وثاني انتخابات بعد ثورة الثلاثين من يونيو والتي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أما انتخابات عام 2024 فهي تعد خامس انتخابات تعددية في مصر وثالث انتخابات وذلك بعد ثورة الثلاثين من يونيو ما يؤكد حالة التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر وزيادة معدلات الوعي بدور المواطن في تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة هذه الانتخابات التي يتنافس فيها أربعة مرشحين وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفريد زهران وعبد السند يمامة وحازم عمر المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي واجب وطني على كل مواطن وتتميز انتخابات الرئاسة لعام 2024 بمشاركة مرشحين من الأحزاب المختلفة مثل حزب الوفد وتيارات المعارضة التي يمثلها المرشح الرئاسي فريد زهران ترجمة نانسي قنقر